قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب در يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محمد الله صل على محمد الله صل على محمد الله صل على محمد ورحمنا بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الله نور السماوات والأرض القضية أيها الأحبة المؤمنون والمؤمنات قضية أو مسألة خبرية بحيث أن المولى يخبر عباده أنه هو النور الذي يستضاء به وهو الهداية في السماوات والأرض نحن أتباع مدرسة أهل البيت عندنا عقيدة كما تعلم أن هذا الإله العظيم لا يمكن أن يرى لا يمكن أن يمس لا يمكن أن يؤين بإين أن يكيف بكيف لا في الدنيا ولا في الآخرة يعني مسألة رؤية الله في الدنيا جميع المذاهب ترى اتفقوا ماكوا رؤية لله في الدنيا يكون موجود شواد يكون موجود بعض الروايات خليها على جنب بس أجمعت المذاهب أنه لا يمكن رؤية الله في الدنيا والتجربة خير برهان ما أحد شاف الله المشكلة في وين؟ المشكلة في يوم القيامة نحن نقول لا يمكن أن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة هم يقولوا لا يوم القيامة يرى ننظر إليه جواز رؤية الله في القيامة بل جعلوا ذلك هدفاً أسمى للإنسان أن يرى ربه واعتمدوا على مجموعة من الآيات القرآنية اللي ظاهرها يشير إلى ذلك نحن مو في صدد أن نتعرض إليها جميعاً لأن هذا مو موضوعاً هيك مقدمة يعني الآية القرآنية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قالوا الآية تشير إلى أن الإنسان ينظر إلى ربه يقول إلا ما عنده ثقافة عقائدية يقول هذه مسألة محرجة القرآن يحكي أن نشوف الله وإنتون تقولون ما نشوف الله شلون ذلك أقول لك هاي المسألة أجيب عنها قبل ألف وأربعمائة سنة عن طريق إمامنا الصادق عليه السلام وأجاب عنها إجابة بعد ما تحتاج إلى تفصيل دخل عليه واحد يسأله ظهر هذا اللي دخل على الإمام من هالمشككين وهؤلاء ما يخلوا منهم لا زمان ولا مكان وإلى يومنا هذا أكل بعض نذر نفسه من أجل الفتن ما يبغي جواب هو يطرح إشكال ويمشي يدغدغ مشاعر هالمساكين أصحاب العقول البسيطة يورطهم ويمشي ذلك حتى صفحة لما تقراها هي صفحة فتن مع والهدم إلى المجتمع والعقيدة يا مولاي عندك إشكال أطرح على أصحاب الاختصاص إذا تقول إن تكف تعال بمسألتك لأهل العلم اللي عنده استعقار إلى كتابين وسامع إلى محاضرتين عن هالملاحدة في اليوتيوب صار عبقر زمانا يا مولاي إحنا أتباع مدرسة أهل البيت وعلموا أن أهل البيت نحن أصحاب الدليل أينما ما نميل عندك دليل هاته يعني شلون الحوار العلمي أيام الإمام الباقر عليه السلام أكو نموذج راقي جدا للحوار العلمي أيام الإمام الباقر عليه السلام أكو رجل اسم عبدالله بن الأزرق الخوارج بعد ما انهزموا على يد أمير المؤمنين عليه السلام انقسموا إلى قسمين القسم الأكبر لهم الخوارج والقسم الثاني سموهم الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق هاي صاروا فرقة من فرق الخوارج هذا لما مات منافع بن الأزرق تولى مكان ابن عبدالله يقولون كان جالس في مجلسه ومحاط بأتباعه يقول له لو وجدت من يخبرني بأن علي غير آثم في حربه معنا لذهبت إليه يعني في واحد يقنعني قال لي واحد من جلساء أينك عن محمد الباقر صلوات الله عليه وينك عنه؟ قال أهو عالم قال هذا أول جهلك بالناس هذا سيد العلماء هذا ابنه روح إلى وشوف شي يقول إليه فمضى يجي إلى الإمام الإمام عليه السلام لما عرف بمقدم هذا ابن الأزرق عبدالله بن الأزرق دعا علماء المدينة العلماء المعروفين بالرأي أولاد الصحابة المعروفين بالرأي والاعتدان والعلم جمحهم في مجلسه لأنه مجلس علم المسألة تطرح هكذا فهذا ابن الأزرق لما دخل على الإمام التفت إليه الإمام عليه السلام قال يا ابن الأزرق أتأذن لي أن أبدأ بالكلام قال تفضل أنا أساساً جاي أسمع منك شو عندك أنت الإمام وقف التفت إلى الحاضرين عنده قال من يحفظ فضيلة في علي فليقم فضائل أمير المؤمنين واحد قام علي مني بمنزلة هارون من موسى أنا مدينة العلم وعلي وغيرها من الأحاديث ابن الأزرق وقف قال ما هي ابن رسول الله اتوقف هذه الأحاديث أنا كلها حافظ الله أريقاً وأؤمن بها إحنا نقول هو ابن الأزرق نحن نقول بأن علي ابن أبي طالب كان خوش آدمي أيام النبي بعدين بحربه معنا انقلب أصبح آثم قال لي مهلني شوية يا ابن الأزرق أتؤمن بقول رسول الله صلى الله عليه وآله لأعطين الراية غداً رجلاً يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله تؤمن بي لولا قال أقول لك يا ابن رسول الله ما عندي مشكلة ويا الأحاديث أيام النبي حديث صحيح هذا صحيح ما عندي مشكلة ويا قال جميل يعني كلام النبي صحيح لولا قال بلى هذا أيام النبي قال لا اسمعني عندما أحب الله عليا أحبه بما فيه هل كان يعلم بحربه معكم لو ما كان يعلم فإن قلت لا يعلم كفرت كفرت لأن الله يعلم كل شيء ما تخفى عليه خافية وإن قلت يعلم فذلك جواب إشكالك إذ أن الله تبارك وتعالى أحب عليًا بما فيه وحتى مع حربه معكم فإذا أحبه الله فإذا أحبه الله يا ابن الأزرق فإن ذلك يعني أن عليًا مضى على نهج رسول الله ومضى على هدي حبيبه محمد الله صل على محمد فطأطى ابن الأزرق رأسه قال الله أعلم حيث يجعل رسالته فهذا دخل على الإمام الصادق عليه السلام يقول لي يا ابن رسول الله أننظر لربنا أنرى ربنا يوم القيامة قال اتق الله شلون أنت تشوف ربك لا يؤين لا يكيف لا يراه تعالى الله عن ذلك من شوف قال وما معنى قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال منتظرة ما يصدر منه تنتظر شنو يصدر من الله قال يا ابن رسول الله هذه ما إليها تخريجة الله يقول ناظرة أنت تقول لي منتظرة ليش يتحر في الكلمة قال يا هذا هذا تعبير القرآن الكريم شلون تعبير القرآن الكريم ناظرة تقول لي منتظرة قال أينك عن قضية بلقيس وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل ناظرة بما يرجع المرسلون ما معناتها منتظرة أنتظر يعني البشر سبحان الله إحنا لو نفكر فيها يعني أنا القاصر اللي ما عندي شي لما أفكر فيها أقول شي خلصنا يوم القيامة كلنا ننتظر من آدم إلى أن يرث الله الأرض بمن عليها كم تعداد البشرية ما حد يدري متى من خلص الله يقول لا تخضع علاقتك بالله إلى القانون المادي لا تقيس بقايس مادية وأنا أقيسها شلون لما أروح إلى وزارة مزدحمة عندي معاملة يبغي إليها دقيقة ما تخلص إلا في سبعة أيام صح لا ولا هذا مقايس وضعية دنيوية الله يقول لك لا تقيس الله يقول لك والله سريع الحساب ماكو أسرع من خليني أقرب إليك المعنى أكثر هذا العقل البشري الجبار أسرع ما اكتشف العقل البشري يقولون العلماء جسيم صغير لا يرى بالعين المجردة لكوارك الثقين هذا يدور حول نواة الدرة يقولون بليارات المرات في الثانية الواحدة هذا أسرع ما اكتشفه أسرع ما اكتشف الإنسان والعقل البشري منه اللي خالقناه الله تبارك وتعالى و الله يتحداه يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ومو بس بحاسبنا على القول والفعل رجلك وين ودتك إيدك السوات شن نظرة اللي نظرت إليها السمع كل شيء أنت محاسب عليه الله يقول إليك حتى خلجات النفس أنت محاسب عليها إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله علماء النفس يقولون حديثك أنت مقسم إلى قسمين حديث كل إنسان الحديث المسموع حديثي إليك الآن حديثك إلى أولادك حديثك إلى زملاء حديثك المسموع والقسم الثاني يقولون عنه حديث النفس إلى النفس أيهما أكثر حديثك وين ناس المسموع له حديثك وين روحك حديثك وين روحك تعرف ليش؟ لأنه لا يتوقف إلا ساعة الإغفاء إذا نمت نوم هنية توقف حديث النفس وإلا أنت 24 ساعة إذا ما تنام حديثك ما يتوقف النفس ما دي يوقف حديثه الآن بهاللحظة هالساعة أنت قاعد تحاجي نفسك لولا بلى وين بروح بعض المات مدريش يقول هالخطيب وأنا مودين لليوم وهكذا ما يتوقف حديث النفس الله يحاسبك عليه فالله لا يمكن أن يرى بإثبات الإمام الصادق عليه السلام أكو قضية فلسفية بعد حتى يكتمل المعنى ليش لا يمكن أن يرى أيها الأحبة الآن كل مخلوق محدود لولا محدود بحدود الزمان بحدود المكان محدود كل إنسان كل مخلوق محدود الجبال الشاهقة محدودة لو لم محدودة محدودة لأنها مخلوق السماء محدودة لولا محدودة لأنها مخلوق الآخرة مهما اتسعت مهما عظمت محدودة لأنها مخلوق كل مخلوق محدود وهذا دليل نقص في كل مخلوق المحدود ناقص أنا ناقص لولا أقيد لأنني محدود إذا قلنا سلمنا جدلاً أن الله يرى يوم القيامة فقد وقعت عليه الآخرة يعني حدينا بحدود الآخرة وإذا حدته الآخرة صار محدوداً لو ما صار محدود صار محدوداً والمحدود ناقص وحاشى لله وتعالى الله علواً ما يصير ليس كمثله شيء إذن إلهي أنت تقول الله نور السماوات والأرض أنت نور السماوات والأرض أبغي أنظر إلى هذا النور أبغي أهتدي بهذا النور يقول مثل نوره الله إلى مثل بس ما إلى مثل المثل يعني النظير ما إلى مثل بس إلى مثل المثل يعرفون بأنه الشيء الذي إذا نظرت إليه كأنك نظرت إلى الشيء الأول الشيء الذي إذا تعاملت معه كأنك تعاملت مع الشيء الأول ويجزيك عن التعامل مع الشيء الأول هذا المثل الله تبارك وتعليه المثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري هذا مثل الله هذا المثل اللي الله ضار بنا بالقرآن الكريم الآن انجي لها المثل هذا المصباح اش معناته اكو بعض المفسرين قالوا هالمصباح اللي نشوفه اللي ينير الطريق الاعتبار أن النور كناية عن الهداية انت في الظلام ما تعرف تمشي تحتاج إلى نور والنور كناية عن الهداية فهذا النور اللي نشوفه بعض المفسرين يقولوا هذا مثل الله شلون يعني مثل الله هذا النور اللي معلق وهذا النور اللي بالطريق هو مثل نور الله اذا شفت شفت نور الله يهديك إلى نور الله مو الله يقول بالقرآن الكريم ولله المثل أعلى هذا مثل أعلى مو مثل أعلى أولاً هذا يختر أولاً هذا إلى مدة زمنية وينتهي ثانياً هذا ما يعطيك الهداية المطلوبة في كثير من الأحيان إذن النور الذي يهدي لنور الله مو هذا أكو مثل أعظم أكو مثل أرفع أكو مثل أعلى المثل النور الذي إذا نظرت إليه نظرت إلى نور الله يعني يهديك إلى الله مباشرة النور الذي إذا مشيت من خلفه مشيت في الطريق الذي رسمه الله هو ليس إلا نور محمد وآل محمد فهذا هو النور المطلوب هذا النور وحد يسأل يقول تعال من وين إليكم هذا وكيف حسمتم النور بنور محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله الله ما قال بالقرآن نقول لي تهيد لأن الجواب سيأتيك من القرآن الجواب من عدء الله أن هذا النور يهدي الله لنوره من يشاء اسمع الآية واسمع الجواب الله نور السماوات والغرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم وصلنا إلى المطلوب في وين؟ في بيوت أذن الله أن ترفعه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصى الله يقول هذا النور في هذه البيوت لما نزلت الآية النبي صلى الله عليه وآله كان يشرحها البيوت بيوت الأنبياء بيوت الأولياء يقولون فقام له أبو بكر سائلا وأشار إلى باب علي أهذا البيت منها؟ قال هذا من أفاضلها هذا من أفضل البيوت هؤلاء زمن الإمام الباقر حتى البعض اللي عنده تشكيك لا لا يا مولاي في زمن الإمام الباقر يروي التأريخ أن واحد من زعماء البصرة علمياً اللي هو اسمه قتاد البصري هذا يقولون أنه كان فقيه البصرة في زمانه قتاد البصري توجه إلى الإمام الباقر عليه السلام وجلس بين يديه يقول المؤرخ أراد أن يتكلم فما استطاع يبغي يحتي مو قادر لسانه ثقل دقات قلبه مي قاعدة توقاف يبغي يحتي كلمة على بعض ما هو قادر الرجل أخذ إلى ربع ساعة أكثر إلى أن استرجع أنفاسه صار عن دريق شوية يبلع التفت إلى الإمام قال سيدي عندي وياك مسألة قال تفضل قتادة قال سيدي أنا واجهت جهابذة العلم ما عندي مشكلة ناقشتهم عندي أدلة كل هذا ما عندي في مشكلة ما لي عندما جلست بين يديك أخذتني الرعدة انقطعت حجتي تعلق لساني ليش يا ابن رسول الله قال قتادة أتدري في أي مكان أنت أنت تعرف قال كل اللي أدري أنني بين يدي فقيه من فقهاء الأمة قال قتادة أنت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه تماخذت النكر الرعدة لأنك في هذه البيوت هذه البيوت التي تتنزل الملائكة فيها وحد يسأل الإمام الباقر عليه السام يقول يا ابن رسول الله أتعرف ليلة القدر تبسم الإمام قال وكيف لا أعرفها والملائكة تطوف بنا فيها القرآن تنزل الملائكة والروح فيها تتنزل علي أنا لا يا حبيبي وين وين تتنزل على الامتداد الطبيعي إلى النبوة على أهل بيت النبوة معدن الرسالة وإلى اليوم لا زالت تتنزل على إمامنا ومقتدانا صاحب العصر والزمان ابن النبي محمد الله صلى على محمد فوصلنا إلى هذه النتيجة أنها هذه البيوت هي بيوت أهل البيت عليهم السلام صدقني يا مولاي عندما تقرأ الروايات هم كلهم أنوار كلهم هداية أهل البيت كلهم أنوار وكلهم هداية لله تبارك وتعالى ولكن عندما تقرأ الروايات عن أهل البيت أنفسهم عن النبي صلى الله عليه وآله تجد أن أعظم نور يشع في قلب المؤمن هداية هو نور الحسين عليه السلام هو نور الحسين أبي بن كعب يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وآله فدخل الحسين وهو طفل صغير ففتح النبي باعه التفت حتى تربط الآية النتيجة بهذه الرواية ففتح النبي باعه قائلا مرحبا بزين السماوات والأرض يقول أنا أنكرت على النبي قلت له أوليس أنت يا رسول الله زين السماوات والأرض انتمو ضياء السماوات والأرض السماوات والأرض تتزين بذكرك وبإسمك فأجابه النبي قائلا والذي بعثني بالحق نبيا للحسين في السماء أكبر منه في الأرض تموت اسمع الرواية إذا هل المحرم نشرت الملائكة قميصا للحسين فحزن ما جميع من في السماوات والأرض يقولي خيم الحزن مثل ما مخيم عليك الحين شايف أنك أنت لبست السواد أمك زوجتك أولادك إذا واحد يطلع ملابس السواد في مثل هالأيام رايح الماتم خصوصا لبنيات الصغيرات اتجودها أمها تقولها تعالي تعالي بنتي إلبس السواد لا تحرجيني ويا أمها هذه أيام المصيبة هذه أيام الحوزن شايف أولادنا شايف نساء شايف ماتمنا شايف شوارعنا وين ما تمشي اللافتات والأعلام ترفرف على راسك بإسم الحسين فحزن جميع من في السماوات قميصا للحسين البعض يبوّبها شوي يقول وكيف لا يحزن من في السماوات والأرض والقميص المرفوع من الملائكة هو القميص الذي خرقه سهم المثلث القميص المخضب بدم الحسين والذي بعثني بالحق نبيا للحسين في السماء أكبر منه في الأرض وإنه مكتوب عن يمين العرش إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة كلنا سفن أجاة وأقول لك أربط الرواية حتى تعرف أن أعظم مو مسألة أفضلية لا لا يا حبيبي الحسين يقول جدي خير مني أبي خير مني أمي خير مني أخي خير مني لكن المسألة خصوصية أعطى لله ما ملك فجاءه العطاء من الله مضاعف والله إذا وضع إيد على أحد يا مولاي ما كان لله ينمو يقول الإمام كلنا سفن نجاة ولكن سفينة جدي الحسين أوسع وفي لجج البحر أسرع فهنيئا لمن تعلق به هنيئا يقول أنا عبرة المؤمنين دلائل الإيمان انكسار القلب شوف القلبك اليوم قطعا منكسر أنت اليوم قطعا حزين أنا عبرة المؤمنين لذلك لا تخجل يا مولاي من دمعتك عليه البعض يقول هذا دليل اضعف الدمعة إلا الدمعة على الحسين صدقني يا مولاي تطهر القلب وتمسح الذنوب خليك عايش المصيبة خليك عايش الحوزن الريان ابن شبيب في مثل هاليوم يدخل على الإمام الرضا يقول الكآبة على وجهه لابس السواد حزين شاحب الوجه دموعه كرش المطر جالس جلسة الحزين قلت له سيدي شفيك اليوم فاقد أحبه